على إتري تداول تسجيلات صوتية تشكك في سلامة اللقاحات المعتمدة ببلادنا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتدخل تنفي كل ما يقال من معلومات صنفتها الوزارة بالمغلوطة والكاذبة حول الحملة الاستدراكية للتلقيحة وزارة الصحة تنفي نفيا قاطعا صحة الادعاءات وتؤكد سلامة جميع اللقاحات المعتمدة بالمغرب نذكر هنا أن الحملة انطلقت في 28 أكتوبر الماضية تهم بالأساس استدراك التلقيح لدى مجموعة من الأمراض المعدية كشلل الأطفال دفتيرية السعالة الديكية المعروف بالعواية ثم الحصبة وهو بوحمرون كما هو متداول بيننا ثم الكزاز